موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعنو موسيقى داخلية تزيد فترة حظر التجوال لتبدأ من السادس مساء وتدعو المواطنين لتعاضي مع الإجراءات الأمنية موسيقى موريتانيا تغلق حدودها مع السنغال بشكل كامل وتعلق العمل بمعبر جوب الزمال على الحدود المالية موسيقى منظمة الصحة العالمية تؤكد امتلاك موريتانيا لأجهزة الكشف عن فيروس كورونا عقب الاجتباه في حالات جديدة موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة قررت وزارة الداخلية واللا مركزية بدأ سريان حظر التجول من الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساء ابتداء من أمس سبت ودعى وزير الداخلية واللا مركزية محمد سالم المرزوق للتحلي بروح المسؤولية والتعاطي الإيجابي مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا نعلن أنه قد قد تقرر ابتداء من اليوم السبت 21 مارس 2020 سريان حظر التجول من الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساء ونوهيب بالجميع التحلي بروح المسؤولية والتعاطي الإيجابي مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار كوفيد لتسعة عشر وقال الله منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه السياق تتواصل في موريتانيا عملية حظر التجول الليلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية واللا مركزية الأسبوع الماضي حيث رصدت كاميرا المرابطون الإجراءات والأجهزة الأمنية المشاركة في الحضر في الوذيب ومدى استجابة السكان وتعد مدينة الوذيب واحدة من أهم المدن الموريتانية كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد والمدينة الأكثر استقبالا للوافدين من بؤر الفيروس في المنطقة وفي الدول التي تربط موريتانيا بها علاقات اقتصادية نتابع تفاصيل في التقرير التالي شوارع واذيب خالية إلا من عناصر الأمن المشرفة على تطبيق حضر التجوال الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية واللا مركزية وبدأت تنفيذه مساء الخميس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلاد للتصدي لفيروس كورونا المستجد تكاد تكون حالات خرق الحضر الذي تشرف عليه قوات الشرطة والدرك وأمن الطرق محصورة في حالة واحدة أو اثنتين أرغمتهم السلطات الأمنية على العودة من حيث أتوا فيما كانت الحالة السائدة في المدينة هي الالتزام بالإجراءات المتخذة للحد من فيروس كورونا القاتل وتعتبر مدينة واذب واحدة من أكثر المدن الموريتانية تعرضا لخطر ظهور إصابات بالفيروس حيث تعتبر من ناحية البر الأقرب إلى مملكة المغرب إحدى أكبر بؤر الفيروس في القارة الإفريقية كما تطل المدينة على شواطئ المحيط العطلسي وتستقبل يوميا السفن الأجنبية التي تربط بلدانها اتفاقيات صيد بموريتانيا فضلا عن سفن البضائع القادمة من إسبانيا والشركة الصينية هونغ دونغ وكانت وزارة الداخلية والمركزية قد أعلنت الخميس للتجول على كافة التراب الوطنية ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا ومنع التجمهر والتجمعات العامة وإغلاق المقاهي والمطاعم إلى إشحار جديد ولم تستثني الوزارة من هذه الإجراءات سوى الطواقم الصحية وشاحنات نقل البضايع وقد وقفت السلطات الأمنية على خطوط النقل الطويلة الرحلات ليلية مرغمة إياها على التوقف وقضاء ليلتها على الأرض حتى الصباح تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية ولم تعلم موريتانيا منذ ظهور الوباء العالمي إلا عن حالتي إصابة مؤكدتين تعودان إلى مقيمين تتحدث بعض المصادر عن شفاء إحداهما واستجابة الأخرى للعلاج لكن السلطات في الوقت نفسه حرصت على اتخاذ تدابيرها الوقائية فيضافة إلى حظر التجول الليلي ومنع التجمهر وإغلاق المطاعم وبعض أسواق العاصمة تم احتجاز أكثر من 170 شخصا على سبيل الاحتياط إلى غاية يوم السبت أعلنت موريتانيا مستغلاق المعبر الحدودي مع سنغال وبدأت السلطات الأمنية المحلية في اتخاذ إجراءات الأمنية بتزامن مع إغلاق الحدود لتأمينها ومنع التسلل من المعابر غير رسميا ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد قد نقالت العبارة من الضفتين عددا من الموريتانيين والسنغاليين كانوا عالقين بعد إعلان موريتانيا والسنغال إغلاق الحدود كما أغلقت الداخلية أمس أسبت معبر جوكي الزمال الحدود بينها وجمهورية مال المجاورة قالت منظمة صحة العالمية موريتانيا تمتلك من الأجهزة الطبية ما يمكنها من إجراء الفحوص والكشف عن فيروس كورونا المستجد لدى الحالات التي يشتبه في إصابتها وتزامن تقييم المنظمة العالمية للجاهزية الموريتانية مع الاجتباه في عدة حالات في نواكشوط مدينتين داخليتين أوهرت الفحوص لاحقا سلامتهم من الفيروس المميت نتاب منظمة الصحة العالمية على لسان المسؤول السحي بها الدكتور عبد السلام جي تؤكد أن موريتانيا تملك من الأجهزة الطبية ما يمكنها من إجراء الفحوص والكشف عن فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19 لدى الحالات التي يشتبه بإصابتها وقال جي إن المختبرات تلعب دورا كبيرا ومهما في تأكيد حالات الإصابة والسلامة من الفيروس مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أوفدت إلى موريتانيا منذ أسابيع عدة خبراء في مجال الصحة بهدف طلاعهم على القدرات المخبرية لفحص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في موريتانيا مضيفا أن قطاع الصحة في البلاد قام باقتناء التجهيزات المخبرية المناسبة كما اعتبر أن الطاقم الصحي المشرف على المختبر قد تم تكوينه بشكل جيد على حد تعبيره وظهرت في موريتانيا حتى الآن حالتان لرعايا أجانب برد ظهورهما جملة من الإجراءات المشددة الرمية إلى محاصرة فيروس كورونا في البلاد ومنع انتشاره كان آخرها فرض وزارة الداخلية حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا وإغلاق المطاعم والمتاجر وسوق الإلكترونيات الكبير في العاصمة واكشوت وتمديد قرار تعليق الدراسة حتى الرابع من إبريل المقبل وكانت السلطات الصحية الموريتانية قد اشتبهت في عدة حالات إصابة بفيروس كورونا من ضمنها الاشتباه بمواطن من ولاية تقانت عائد من الجزائر وضعته السلطات الأمنية والصحية بالولاية في الحجر الصحي بسبب إصابته بحمى ونوبة ربو حاد في بوتيليميت نقلت السلطات الصحية أمس الجمعة مواطنا آخر إلى نواكشوت لإدخاله الحجر الصحي بعد مخالطته لأحد السياح الفرنسيين وأعلنت وزارة صحة اليوم عبر موقعها على الفيسبوك سلامة مواطنة موريتانية قادمة من إسبانيا اشتبها في إصابتها بمرض كوفيد 19 وتم حجزها في المستشفى الوطني قبل تأكد من سلامتها من الوباء أكدت النقابة فني التخضير والانعاش بموريتانيا على ضرورة الإسراع بفتح مصالح الانعاش وتجهيزها تحسبا المضاعفات التي قد تنجم عن وباء كورونا وأعلنت النقابة في بيان لها جاهزيتها لمسائرة وزارة الصحة بشأن الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا وعلى مختلف الأصعدة من علاج وإنعاش وإشراف على الحجز الاحتياطي والتوعية والتحسيس والالتزام التام بتوجهات السلطة الصحية في هذا الصدد طلبت النقابة بتكوين فني التخضير والانعاش بشكل خاص في مجال تكفل بحالات فيروس كورونا في غرف الانعاش فهم جنود المرحلة القادمة ولا يمكن أن يتم الاستغناء عن خدماتهم وحمايتهم في نفس الوقت تضيف النقابة دعا رجل العمال المريتان العائد حديثا من المنفى محمد البعامات الأفارقة إلى تضامن من أجل مواجهة فيروس كورونا وتبرع لصالح إنشاء صندوق على الصعيد الإفريقية يستجيب لمتطلبات الحكم الرشيد وتوفير الموارد والمرونة النازمة خلال فترة أزمة كورونا وحذر البعامات في بان صادر عن من فشل المؤسسات وششة البنى تحتية وغياب الإرادة السياسية في إفريقيا رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة مما قد يشعلها قادرة على حماية مواطنها من الفيروس المزيد في سياق هذا التقرير رجل الأعمال الموريتاني محمد البعامات يدعو إلى إنشاء صندوق للتضامن على الصعيد الإفريقي استجيب لمتطلبات الحكم الرشيد وتوفير الموارد والمرونة اللازمة خلال فترة أزمة كورونا والبعامات في نداء له بصفته رئيس الهيئة من أجل تكافؤ الفرس في إفريقيا أكد على أن هذا الصندوق قد يستفيد من مساعدة وتجربة رواد في المجال كهيئة بيلغيت وغيرها من المنظمات الإنسانية الكبيرة كأطباء بلا حدود وأطباء العالم وقال البعامات إنه كفاعل خير يدعو كل النخب الإفريقية وكل رجال الأعمال في القارة وكل الشركات الصحية والشركات المتعديدة الجنسيات الموجودة حاليا بإفريقيا إلى تحكيم الضمير تجاه الوضعية الصحية الطارئة والمشاركة بفاعلية في محاربة الفيروس من خلال تقديم المساعدات للمستشفيات والأطباء ووزارات الصحة وتحدث رجل الأعمال الموريتاني عن مساهمته بجهود وزارة الصحة في بلده موريتانيا من أجل محاربة كوفيد-19 داعيا للأفارقة لفعل الأمر نفسه في مساعدة الذين يكافحون بشجاعة وحياتهم على المحك ضد هذه الجائحة وحذر البعامات من أن إفريقيا رغم ذرواتها الطبيعية الهائلة فإن دولها لن تكون قادرة على حماية مواطنها بفعل فشل المؤسسات وهششة البنى التحتية وغياب الإرادة السياسية وكان عدد من الرجال الأعمال الموريتانيين قد أعلنوا تبرعهم لصالح جهود وزارة الصحة في سبيل التصدي لوباء كورونا ومخلفاته من بينهم رجل الأعمال محمد البعامات العيد حدثا من منفاه في الخارج بسبب معارضته لرئيس السابق وقد تبرع بمليار أوقية قديمة كما تبرع اتحاد أرباب العمل بمليار أوقية قديمة معلنا انتخاذه الخطوات اللازمة لضمان عدم تضرر السوق جراء الوباء لا من حيث نقص التموينات أو ارتفاع الأسعار نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها داخلية تزيد فترة حظر التجوال لتبدأ من السادسة مساء وتدعو المواطنين للتعاطي مع الإجراءات الأمنية موريتانيا تغلق حدودها مع سنغال بشكل كامل وتعلق العمل بمعبر جوج الزمال على الحدود المالية منظمة الصحة العالمية تؤكد امتلاك موريتانيا لأجهزة الكشف عن فيروس كورونا عقب الاجتباه في حالات جديدة يمكنكم مشاهديني كرام بطابعة هذه النشرة وغيرها من أشراتي وبرامجي للقناة عبر صفحةنا على فيسبوك وظاهرة على الشاشة الثالثة مجهز إخباري بحول الله السلام عليكم